موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم نورنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام حياكم الله وبياكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامج الإسناد ومع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لقد أكرمني الله تعالى بأن أروي هذا السفر العظيم عن جملة من الأشياخ الفضلاء منهم شيخنا الشيخ أحمد جابر جبران رحمه الله رحمة واسعة والشيخ عبد الله بن محسن الناخبي رحمه الله تعالى والشيخ أنظر شاه كشميري أديوبندي رحمه الله والشريف إبراهيم بن صالح والشيخ سعد الدين المراد رحمه الله والشيخ مفتي عزيز الرحمن رحمه الله رحمة واسعة وسأذكر لكم سندي عن الشيخ شيخ عبد الحميد بن منير شانوحة حفظه الله تعالى فأقول مستعينا بالله تعالى أروي صحيح البخاري عن شيخ الشيخ عبد الحميد بن منير شانوحة وهو يرويه عن شيخه الشيخ حسين عسيران قال وهو أخبرني أنه رواه عن شيخه المرحوم الشريف الشيخ محمد العربي العزوزي وهو رحمه الله يرويه عن الشيخ المعمر حسن عويدان الطرابلسي عن العالم الأشهر الشيخ صالح الفلاني المدني عن محمد بن محمد فلاني عن أحمد بن علي الشناوي عن شيخه غضنفر الشريف النقشبندي عن الشيخ تاج الدين بن أحمد الكازروني عن شيخه أبي الفتوح أحمد الطاوسي عن المعمر ثلاثمائة سنة بابا يوسف الهروي عن محمد الفرغاني الفارسي عن المعمر مائة وثلاث واربعين سنة أبي لقمان أحمد بن يحيا ابن مقبل ابن شاهان عن محمد بن يوسف الفربري عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي في هذا الكتاب يبين لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيف كان الوحي يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين بعض الأحوال التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه جبريل ويوحي إليه القرآن هذه الأحوال عدها بعض العلماء اثنى عشر حالة ومنهم من رأى أنها أكثر من ذلك بعضهم أوصلها إلى بضع وأربعين حالة المهم أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر بعضا من هذه الأحوال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه إليه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي ليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى ولعل سائلا يسأل ويقول لماذا يصدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث يتكلم عن النية والأعمال ما علاقة هذا وهو في باب يشرح فيه ويبين فيه بعض كيفيات الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجواب عن ذلك كما ذكر ابن حجر ابن حجر رحمه الله أن الكتاب لما كان عن الوحي وكانت السنة هي أحد الوحيين وكانت السنة تعتني بالأعمال الشرعية فأتى بحديث يتكلم عن شرط صحة الأعمال الشرعية وهي النية وصدق الإمام بن عطاء الله السكندري رحمه الله عندما قال في حكمه الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود الإخلاص فيها وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه وصلصلة الجرس الصلصلة صوت له طنين واستمرار وهو صوت شديد والجرس معروف ما يعلق في رؤوس الدواب والمراد أنه صوت يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد قال وهو أشده عليه نعم وذلك لأن السماع كلام مثل صلصلة الجرس فهم مثل هذا الكلام أصعب بكثير من كلام من رجل بالتخاطب المعهود فيفصم عني أي يتجلى عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه يعني يقلع عنه أو يتجلى عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا يعني يتصبب عرقا كثيرا غزيرا رغم أنه في شدة البرد وهذا دليل على ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصداق لقول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حلقة قادمة مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة